انطلقت اليوم في مراكش أشغال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية وتعقد هذه الدورة تحت شعار الرهان على تعزيز مكانة روسيا في المنطقة العربية وإفريقيا وجرى اختيار المغرب لإحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة المصرمة التي نعقدت في أبريل بموسكو عام 2019 وبطالب من الجامعة العربية يحتضن المغرب الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة العربية هذا المنتدى وستركز النقاشات والأشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي وذلك وفقا للممارسات الجاربها العمل وتعززت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي أخذا بعين الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانب بين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية نتابع الكلمة الافتتاحية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناصر بوريطا أصحاب المعالي والسعادة حضرت السيدات والسادة لا شك أن التعاون العربي الروسي شهد تطورا ملموسا منذ إرساء قواعد الشراكة بين الجانبين سنة 2009 وبتوالي الدورات وصولا إلى هذه الدورة يكون منتدانا قد بلغ مرحلة من النجج يغذيها توافق حول أهميته ونجاعته كإطار للحوار والتعاون يكون على قدر التطلعات والانتظارات ولعل لقاءنا هذا يعتبر مناسبة ملائمة لتقييم مصاري التعاون العربي الروسي لتثمين نقاط قوته ومعامل جات مكامن قصوره وإغناء محتواه وتحديث طرق عمله وفاء لروح الصداقة التاريخية بين روسيا والعالم العربي ومن هذا المنطلق فإننا نصب إلى الرقي بهذا المنتدى إلى مستوى حوار استراتيجي عربي روسي فعلي وفاعل يكون فضاء حقيقيا للتنصيق ولشراكة بناءة وعملية ومثمرة تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين وتساهم في أمن واستقرار منطقتنا العربية شراكة تبنى على الاحترام المتبادل وتعلو بالمسؤولية المشاركة شراكة تتفرد في مضمونها وتبقى منفتحة في حكمتها وشراكة يكون التضامن عنوانها وللوفاء بالالتزامات مبدأها شراكة توازن بين الحرس على المصالح السياسية والاقتصادية من جهة وواقع الشركاء وإمكاناتهم وتطلعاتهم من جهة أخرى لذا نتطلع إلى تفكير جماعي لرسم خارطة طريق لشراكة ناجعة وفاعلة تأخذ في الاعتبار العناصر التالية أولاً النظر في الإطار المنظم للتعاون بين الجانبين بغرض الانتقال به من نمط التداول السياسي التقليدي إلى مرحلة الحوار الاستراتيجي وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار تطورات على المستوى العالمي والإقليمي وتراعي البصالح المشاركة للطرفين ثانياً الانفتاح لهيئات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين عبر إنشاء منتدى اقتصادي وثقافي كما هو الشأن في منتدى الروس الإفريقي على سبيل المثال وهو من شأنه المساعدة على تجاوز منطق الحوار الدبلوماسي الكلاسيكي نحو أنماط تعاون مبتكرة وملموسة عبر أدوات الاستثمار والمشاريع ذات المنفع المشاركة فنحن نؤمن أن رفعة الاقتصاد والرأس المال البشري يشكلان عاملين حاسمين في صياغة مستقبل الشاركة العربية الروسية ثالثاً التفكير في دورية اجتماعات المنتدى بما يسمح بالإعداد الجيد لها وحتى يترك الوقت الكافي لتنفيذ خطة العمل المشتركة بالتنصيق مع مختلف المتدخلين في الدول الأعضاء رابعاً الاستفادة من تجارب الشاركات الإقليمية وممارساتها الفضلة بما في ذلك منتدى الروس الإسلامي أو منتدى التعاون الروسي الإفريقي ترجمة نانسي قنقر